مبنى السفارة السعودية في دمشق لا يزال مغلقا منذ أكثر من عشر سنوات المبنى الذي يرتقب عودة العمل فيه بعد شهر رمضان ينتظر نتائج عودة الاتصالات السعودية السورية على أعلى المستويات بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة في الرياضة في التفاصيل زيارة سيقوم بها وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إلى دمشق لتوجيه الدعوة للرئيس بشار الأسد لحضور القمة العربية مسار يتوج تحركا دبلوماسيا عربيا نحو دمشق وينهي فعليا قطيعة عربية لسوريا هو تعبير عن تصحيح كل المسارات الخاطئة خلال السنوات الماضية في الأمن والسياسة وفي الاقتصاد عودة القلب الدمشقي ليضخ في عروق الحياة العربية تعزيز الأمن القومي العربي ودعم خيارات سوريا في مكافحة الإرهاب وطرد الاحتلال الأمريكي والتركي وكسر العقوبات بحق سوريا مسار يمضي بخطة ثابتة يترافق مع مصاعب تواجه التقارب التركي مع سوريا بوساطة روسية وإيرانية تقارب تطالب دمشق بالسير فيه انهاء للتواجد التركي على الأراضي السورية ووقف التدخلات في شؤونها الداخلية سوريا لا تتدخل بملف الانتخابات التركي وتعتبره شأنا داخليا بالإضافة إلى ذلك سوريا لا ترضى أبدا أن تكون قضاياها الأساسية هي ورقة انتخابية بأي فريق من الفرق التركية المتنافسة الآن على الانتخابات مشهد يؤكد تمهل السوريين في مسار التطبيع مع أنقرة في ظل ضبابية المشهد السياسي التركي وتعقيداته وانطلاقا من أن مطالب دمشق لن تتغير أيا كانت حصيلة الانتخابات التركية المقبلة في المقابل يقدم الانفتاح العربي الواسع على دمشق دفعا كبيرا لها حتى في تفاوضها مع أنقرة استنادا إلى إعلان الدول العربية دعمها لسوريا في مرحلة التعافي واستعادة سيادتها على كامل أراضيها محمد الخضر دمشق الميادين ترجمة نانسي قنقر